اهلا بكم لو تأملنا العالم اللي احنا عايشين فيه حاليا هنكتشف اننا في عصر ثورة تكنولوجية رقمية عظيمة واننا محاطين من كل اتجاه بالتكنولوجيا ومخرجتها وبقينا نتعامل مع الاجهزة الالكترونية الرقمية كل يوم وفي كل مكان لدرجة اننا مش ممكن نتخيل حياتنا من غيرها لانها سهلت حياتنا جدا اكتر من زمان وعلى اختلاف انواع واحجام الاجهزة التكنولوجية الحديثة الا انها كلها الهدف منها هو رفاهيتنا وجعل حياتنا افضل واسهل في الفيديو ده هنستعرض معاكم عشرة من احدث واغرب الاختراعات والاجهزة التكنولوجية في العالم تابعونا نانو ليف اورورا نانو ليف اورورا هي عبارة عن الواح زكية مضيئة مسلسة الشكل وبتتميز باضاءاتها الجميلة بألوان مختلفة بتوصل ل 16 الف لون الواح انانو ليف اورورا من الممكن تثبتها على اي نوع من الحوائط وعلى الاسقف والاساس والارضيات او على اي سطح المجموعة الوحدة الاساسية بتتكون من 30 قطعة وتقدر انك تتحكم في طريق تركبهم بالشكل اللي تحبه وتقدر كمان تتحكم في الوان اضاءات الالواح وتباينها ودرجتها وقوتها من خلال الموبايل عن طريق تطبيق معين ومش كده وبس ده كمان ممكن تتحكم في خصائص كل لوحة على حدا المعروف ان مزاج الشخص طول اليوم بيعتمد بشكل كبير على نوم وبالليل علشان كده ظهر اختراع جديد وجميل وهو السرير الزكي السرير ده بيقدر يحدد مكان نومك عليه بالزبط وبيغير من مستوى وسمك طبقاته اعتمادا على وضعية نومك لتوفير اقصى مستوى من الراحة لك السرير الزكي كمان فيه ميزة لمساعدة الناس اللي بتشخر اسناء النوم فاول ما تبتدي تشخر بيرفع السرير راسك تلقائيا بزاوية 7 درجات وبكده هتبطل شخير فورا السرير كمان فيه نظام تدفئة عند منطقة القدم علشان يساعدك على النوم بسرعة غير انه بيحتوي علم نبه بيصحيك في الوقت المحدد تماما وبينقسم السرير الزكي لنصين علشان يكون في الامكان التحكم في كل نص على حدة Print هو جهاز بيحاول الموبايل لطبع ومن خلاله ممكن تحصل على نسخ ورقية من صورك بالموبايل وبمنتهى السرعة الجهاز ده مصمم للاستخدام مع اجهزة موبايل معينة زي سامسون جالاكسي اس 4 وجالاكسي اس 5 وايفون 5 وفايف سي وايفون 6 الجهاز بيتصل بالموبايل من خلال فتحة يو اس بي وبتعم طباعة الصور على 10 طباقات من ورق خاص والتجميع الوحدة في الجهاز بتسمح لك بطباعة 20 صورة بالاضافة الى ان المطورين صمموا تطبيق للموبايل من خلاله بتقدر انك تصور فيديو مدته من 5 ل7 ثواني اثناء طباعة كل صورة كلوكي هو عبارة عن منبه لكنه مش زي اي منبه فهو مناسب جدا للناس اللي بتعاني من صعوبة الاستيقاظ في الصباح فلما بيجي معاد الاستيقاظ بيرن منبه كلوكي عادي جدا وممكن تطفيه لمدة دقيقة غفوة لكن لو مسحتش بعدها فالمنبه هيرن تاني بشكل مزج وكأنه سارينة شرطة وهيبتدي المنبه يتحرك ويجري في المكان ومش هيتطفي غير لو قمت من السرير والحقته وطفيته بنفسك بيتميز منبه كلوكي كمان بانه بيقدر يغير اتجاه حركته لما بيصطدم باي شيء وممكن يقع من على ارتفاع من نصف متر ل متر وما يحصلوش اي حاجة ناس كتيرة بيحبوا دايما انهم ياكلوا بطريقة صحية لكن غالبا ما بيكونش عندهم الامكانية او الوقت اللي يخليهم يستمتوا باكلهم وفي نفس الوقت ياكلوا بطريقة صحية سليمة وتضح كمان ان الاكل بسرعة بيعطل عملية التمثيل الغذائي في الجسم وبيسبب السمنة لكن لحسن الحظ اختراع هابي فورك او الشوكة الزكية حل المشكلة وهي عبارة عن شوكة بتحتوي على شاشة ونظام للتحكم ولتصحيح عداد الاكل الشوكة بتحتوي كمان على جهاز استشعار بيعرفك اذا كنت تتاكل بسرعة اكتر من اللازم فالشوكة الزكية بتقيس الوقت ما بين لحظة التقاطك للطعام من الطبق وبين لحظة وضع الشوكة في الفم وكمان بتقيس الوقت اللي مفروض تنهي فيه اكلك وبتعرفك الوقت اللي استهلكته فيه تناول الطعام لهوات الالعاب الاستراتيجية والعاب المعارك والحروب تم تصميم قناع امباير وهو عبارة عن قناع مزود بنظام تهوية ومضاد للخدش والكسر والاشعة الشمس القناع ده مزود كمان بنظارات واقع معزز مزدوجة وبتقدر انك تتنقل فيه القائمة من خلال اسورة خاصة النادارات كمان بتحتوي على اداة استشعار للتصارع وادات تحديد اتجاه وبلوتوث واي فاي وجي بي اس مؤشرات القناع بتعرض معلومات خاصة باللعبة زي كمية الزخيرة الباقية وخريطة مصغرة لساحة المعركة ومواقع الحلفاء والاعداء الجهاز بيشتغل بنظام اندرويد وبيحتوي على بروسيسور ثنائي النواة بتردد 1 جيجا هيرتز والندارة مصنوعة من مواد مضادة للتعرق والكسر عارفين طبعا انه علشان تعزف موسيقى لازم يكون معاك آلة موسيقية تعزف عليها لكن النهاردة بقيت تقدر تعزف موسيقى من غير آلة موسيقية وده بفضل اختراع ريمايندي وهو عبارة عن قفازات ذكية بتقدر من خلالها انك تعزف اي نوع من الموسيقى بعد ضبط او تهيئة المود باستخدام اسورة التحكم على منطقة الرزق بعد كده تبتدي تعزف بتحريك الاصابع وكأنك بتعزف على آلة حقيقية الجهاز ده مش مصمم بس للموسيقيين او الديجيز لكنه كمان للهواء وممكن يساعد اي شخص على تعلم الموسيقى القفازات بيجي معاها جهاز تحكم بيسمح بدمج كل انواع الاصوات والقفازات بتحتوي على 8 نقاط استشعار 3 في منطقة كف اليد و5 متوزعين على الخمس اصابع وبإمكانك تهيئة كل مستشعر بشكل منفصل ملاك الموسيقى ميوزيك انجل او ملاك الموسيقى هو اختراع حديث ونوع من انواع جهزة تشغيل الصوتيات الجهاز بيتكون من منصة سبتة وسماعة على شكل كرة بتطفو فوق المنصة بنظام استرفاع مغناطيسي وبتستمر في الدوران اثناء التشغيل الجهاز بيحتوي على بلوتوث لمسافة 20 متر وبشتغل 6 ساعات متواصلة بدون ما يحتاج لاعادة شحن وبيتميز الجهاز كمان بشكل الجميل والانيق وممكن يستخدم كاديكور في اي مكان كتير من الطلبة بيعانوا من موضوع الكتابة في المحاضرات وبيفوتهم حاجات كتيرة من اللي بيكتبها المحاضر على البورد وده اللي دفع مجموعة من المختلعين لابتكار احدث جهاز في عالم التدريس وهو جهاز ايكويل ايكويل هو عبارة عن ماركر زاكي بيستخدم الكتابة على البوردات المغناطيسية اولا بيتم تستيب نظام استشعار في البورد اللي هتتم الكتابة عليها وبعد كده ممكن تكتب على البورد بتاعتك باستخدام الجهاز واي حاجة هتكتبها أو هترسمها على البورد هتتنقل تلقائيا وفورا عن طريق الواي فاي لاجهزة الموبايل او التابلت للطلبة في قاعدة التدريس والمعلومات المكتوبة على البورد بتتخزن في قاعدة ديانات على نفس البورد وممكن تتنقل عن طريق يو اس بي لأي جهاز وبكده سهل ايكويل الامور على الطلبة وهيبقوا في جنع عن استخدام الورقة والألم فاميلي هاب فاميلي هاب هي تلاجة حديثة ومتطورة جدا ومختلفة عن أي تلاجة تانية وتعتبر كمان هي أفضل تلاجة في التاريخ فاميلي هاب هي أول تلاجة زاكية في العالم فبالإضافة لمساحتها الداخلية الكبيرة والأرفف الوسعة فهي كمان بتحتوي على لوحة معلومات مشابهة لكمبيوتر صغير وممكن تتحكم فيها من خلال أي جهاز موبايل وكمان تقدر تدخل من خلالها على النات وتتحكم في أي جهاز تاني برضو من خلالها العيب الوحيد في تلاجة فاميلي هاب هو سعرها العالي جدا واللي بيوصل لستة لاف دولار منتمنى تكونوا استمتعتم بفيديو النهاردة ومنتظرين أراءكم في التعليقات ومنشكركم على المشاهدة ولو عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشاركوه مع أصدقائكم على مواقع التواصل ومتنسوش تضغطوا اشتراك القناة علشان يوصلكم كل جديد